فيديو تقديمك لجمهور الأهلي يمكن من الكديوات اللي عملت قرواك كبير جداً يعني انتشار انتشار كبير جداً رأيك في الفيديو ده إيه؟ أنا كثير كثير مبسوط أن أعمل هالفيديو عشان شغلتين أول شغلة أنه طبعاً من أرجي أنه العالم في كثير بيحكوا أنه أنا خلقان في أوروبا أنا في الدنمارك في السويد علاقتي مع فلسطين شو؟ لا صح أنا خلقان في أوروبا طول حياتي ألعب كورة في أوروبا بس أنا أهلي ودمي و الشهداء الله يرحمني في عيلتي فلسطينية عندك شهداء في العيل؟ آه طبعاً عموميتي وجندي يعني أنا فلسطيني فخلقان في الدنمارك بقول لك الحمد لله عيشة حلوة وعيشة ساعدتني وساعدت أهلي وعام نقدر نساعد أهلنا في لبنان وفي الفلسطين هذا شيء ثاني فلما أنا قدرت أعمل هالفيديو ها برجينا أنا كأصلي أنه تركنا شوية لأوروبا وأرجينا أنا أكي وسام هو فلسطيني هو ده بصد؟ وهو عشان هيك أنه بقدرش لأقول لك شغلتين بقدرش عمل ميديو هيك إذا أنا ما بكلم عربي طبعاً إذا أنا مش مسلم إذا أنا مش فهو كله أنا فعشان هيك أنا بقول للعالم تفاجأت كتير أنه أنا إنجاد فلسطيني وأنا إنجاد بكلم عربي يعني أنا زي زيك زي الناس كلها بس إلي ساكن حياتي في أوروبا وأنا بس بشكر أمي وأبوي إن من لما صغير أنا وإخواتي بالبيت عربي ودنماركي بالمدرسة يعني بميكس شوية لا طبيعي آه يعني لو أنا ما كنتش أكلم عربي هلأ يمكن ما كنتش جيت لهون بتكون الحياة ساعة بكتل إلي طبعاً عشان الإنجليزي مش يهوة كلها هون لا 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 طبعاً ولكن عياتك كلها في درمارك والسويد والكورة والحياة كلها في أوروبا ولكن قلبك متعلق بفوستين بيحصل والمجازر إن بتحصل فينا لمية يوم الأخيرة والمية وشوية يوم الأخيرة وبالتالي كان ليك دور في إن أنت تعرف الناس كلها العالم كله آه من خلال النادي القالي إنه إحنا بنحب هذا البلد وحنقدر ندعمه حتى لو إحنا بعيد مية بالمية وهاي الشغلة كمان كميري إلي إنه أنا وصلت لنادي بأرجو شو عم بصير وفلسطيني ثانين أحكيك الصراحة في أوروبا حياتهم ما في حدا رح يعمل هيك انتون دوكشن فيديو ما ويه ما في حدا بأرجو فلسطين بهذه الطريقة وأنا كالعيد فلسطيني في أوروبا بقولك أنا أحط على الإنستجرام أحط على السوشيال ميديا أدعم فلسطين بس مش كتير أصلا مش خطرة لإلي ولا العقد تاعي بس هلأ وصلت أنا مرحلة فيني أجي أنا مين من جوا وعشان أقولك قديش أنه أنا فلسطيني بس قديش أنه قريب علي يعني أمي والدتي ووالدي يعني كل يوم في الدنمارك بنزل مظاهرات اللي بيحصل في فلسطيني اللي بيحصل في فلسطيني من أكبر مظاهرات في أوروبا كلها كانت في الدنمارك في كوبنهاجن كوبنهاجن هي ست ساعات ونص بالسيارة الوالدة سفرت هيا والوالد أخذوا السيارة هي والوالد والإخواتي ويعني متجامعة صغيرة ست ساعات على كوبنهاجن بس عشان يعملوا مظاهرة يعني الواحد فكروا كي خمسة زائد ولا يعني أنا مش مشكلة لا هني بدي أن يكونوا فيها وش يعني الشغلات اللي عم بتصير أنا بشوف بعيون إمي وأبوي هي فلسطيني قربل من قربل أنا مية بالمية هاشي بحكيه الصراحة بس أنا بخده منن واللي منشوفه ويعني لما تشوف إمك زعلاني تشوف إمك عاد بالصوفة بالبيت وقول لا إله إلا الله وأنه بتحسس الواحد يعني الشي غلطه يعني شو الله يا رب يوقف ولا نملك إلا الدعاء ليهم الدعاء لكل الشهداء الحقيقة اللي مروا علينا خلال المئة يوم اللي فاتوا وندعو لهم بأنه هم يخلصوا من اللي بيحصل هناك يعني أمين يا رب طبعا مش عايزين نتكلم في الموضوع دي كتير ولكن في النهاية أمور يجب أن العالم كله يعرفها وأن الناس كلها تعرفها أن وسام أبو علي هو فلسطيني قلبه فلسطيني عقله فلسطيني والدته والده فلسطيني وبالتالي كل تفكيره كيف يساعد الفلسطينيين من خلال الفيديو اللي اتعمل من خلال الفيديو اللي الحقيقة يعني أنا بعتبر أنا بعتبر بفضل أنا في إلي كمان بالفيديو ها مش هو كل الفيديو اللي عمله حلو وأنا مشكور فيه كثير بس لما أنا أشوف أولاد في فلسطين في غزة يحكوا يقولوا يا وسام نرفع راسنا يا وسام أملك هاي شيء أكبر من أي شيء إلي يعني أي بتحس بعالم يعني أنه نفس الحرب بيشوفوك وبالدنياك أنت تبسمن يعني ها شيء يعني بالنسبة لك مهم جد لو قلت لي أنا مشاهر أنك فيه أولاد من غزة راح يحطوا فيديوهات على إنترنت يقولوا اسمك ويقولوا أنت منشوفك وانت كالعاي فطبول أنت الكبير أنت وسام الفلسطيني وانت كتالي يجري الطريل قلت لك إنسا أمرا بحياتها ما راح تسير وكنتش هتفكر هاي لا بس أول من شوفت الفيديوهات هاي أمي بلش هتبكي قولك والله العظيم أمي بلش هتبكي فالحمد لله أنا كمان في جينتي للأهل وصورة أهلاوي عم بتقربني أنا كمان على فلسطينتي والحمد لله إن شاء الله خير أول هدف إن شاء الله ربنا يكرمك به أعتقد أن عيبقى فيه احتفالية يعني تكون مناسبة للأجواء اللي إحنا بنهشها لأنه كل فلسطين دلوقتي بتنتظر يعني أنا لأنه اللي أنا عارفه إن معظم الفلسطينيين أهلاويه كمان أه آه يحبوا النادي الأهل آه والنادي الأهل بيحمل الفلسطينية طيب لا نادي الأهل اي خلي بالك كان الداعم النادي الرياضي الأول الداعم للفلسطينيين من خلال إنه هو يعني حاجات كتيرة جدا يعني حصلت خلال الميت يوم اللي فاتوا فالنادي الأهل الأهلي هو الداعم الرئيسي الحقيقة من خلال الرياضة المصرية وقوة الرياضة المصرية النعمة في النادي الأهلي خلال الفصل الأخيرة